الزفلوني اللي حبابي مديوكا المساء الخير حبابي ويومكم سعيد وقت ما شفتوا هذا الفيديو صباح ولا لا شيء اليوم جبت لكم هالفيديو اللي حرت من ان بده وحرت كيفاش نخلصه المهم القضية المتعلقة باسقاط الطائرة اللي كان فيها محمد صديق بن يحيا وزيل خارجية الجزائري الله يرحمه هو مع 13 من اروع من اكفأ الاطارات الجزائريين في تلك الطائرة اللي راحت باش تسوي المشكل بين ايران والعراق باختصار شديد ما رحش نذكر لكم كامل حياة انتعة محمد صديق بن يحيا الله يرحمه حياته موجودة في كل الوسائط وسط الاجتماعين اعطيكم بارك بعض النقاط عليه هكذا باختصار مولود في 30 شنفيل في 1932 وتوفي في 3 مايو 1982 اثر السقوط هذه الطائرة اللي هي موضوعنا اليوم هذا الرجل هو رجل ثوري رجل دولة محبوب الجميع بشهادة جميع اللي يعرفوه هذا الرجل اللي قبته الصحافة الفرسية بثعلة بصحراء الرجل ديبلوماسي الجزائر وهو لدار يعني ما صاره كبير كبير جدا هو لدار قواني الاساسية لوسائل اعلام في زمن بومدين هو لدار القانون الاساسية القواني الاساسية لوسائل اعلام في زمن بومدين هو كذلك لشارك اللي كان عضو في مشارك في دفاقية ايفيان وكذلك هو من بين اعمال الناجحة لدارها كوزير خارجية توصل لحل ازمة الرعاية الامريكيين المحتجزين في ايران توصد بين امريكا وايران حتى تم اطلاق صراح هؤلاء المحتجزين في ايران وبعد شكروه ليومنا هذا ما زال يذكروا وهذا العمل الجزائري الديبلوماسي الجزائرية باختصار هو كذلك اللي عنده في سنة الف وتسعمية وربعة وخمسين عنده شهاد لسوس في الحقوق شكوني تخرج من خارج جمعات الجزائر كذلك هو اللي يشارك في ثورة كان يلعب دور كبير كبير في جمعات علماء طلبة الجزائريين باش يخرجوا للجبل يشاركوا في الظورة المشكلة هذا القضية حيرت الجامع وما زالت تحير الجامع وعليش سكت عليها الدور الجزائرية وهل الدور يعود ليشهد لبجديد لسكت وهل صدام حسين هو ليه تم إسقاط الطائرة نعم هذا ما تدولته جميع الصحف وجميع وسائل التواصل الاجتماعي إلى يومنا هذا رغم أنه العراق انكرت هذا الكلام الحرب اللي بدأت في الف وتسع بثمانين واختلاصت في ثمانية وثمانين يعني دمت ثمانية سنوات هي أطول حرب في القبل العشرين بين إيران ورح رح باش يسوي هذا الوضعية لكن المكتوب ما أكتبش نهار صرت هذ المشكلة في ثلاثة ماي الف وتسع مية واثنين وثمانين علي بالكم باللي كل وسائلية قبل ما نروح بعيد كانت صرت له ديجة كارثة كبرة مقبل هذي في باماكو في مالي طاحة الطائرة للداتو هذي اللي خلطها بعد شوهو كثيرة السلك من هذي بالك هش نهار نديرو عليها الموضوع ثاني بعد ما سمعت الجزائر بهذا الوقت بهذا القضية الشادي بن جديد هو اللي كان رئيس في الوقت هذك وش دار يعني خلق دار لوجنة 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 تحقيق او خلية ازمة الخلية هذيك الازمة خلية الازمة تتبع تتبع القضية ونلحقت وش را وش صرا داروا كل احتمالات احتمال باللي ممكن طائرة بدلوا لها طريق من كاش جهة لمحبتش تسوى المشكلة يغلص الحرب بين ايران والعراق يعني كاش جهة بدلت لها طريق سي بورسا ما جاوبوش ممكن كذلك يكون احتمال اخر باللي عندها خلل ينبن ايضطرها الى الهبوط في مطارين اخر كاش مطار الدولة واحد اخرى ممكن احتمال اخر كذلك باللي ولت الجزائر محبوش برك يجاوبوه ما نش عارف كيفه يعني مشكل لكن النتيجة المتوصل إليها النتيجة اللي يلحقوا لها بل طائرة تعرضت لهجوم جوي من طرف طائرتين مجهولتين شو كون هذا الطائرة مجهولتين كان يشوف طائرة الجزائرية بل طائرة سيفيل والعلو تحى مش علو طائرة عسكرية جام الطائرة العراقية إلى الطائرة الجزائرية يعني يشوفها وقرص عليها والمعلومات قالت بل لي كين طائرتين في تلك الأجوات حماني حول تلك الطائرة ونسيدكم معلومة واحدة أخرى معلومة بسفل مهدروشة لها هي أن القدافي كي سمع بل الجزائر عندها وساطة مع العراق بين العراق وإيران رح بعث وزير خارجي تاعو اللي هو عبد السلام جلود بعثوا إلى طهران باش يخبرهم باللي راه جاي الجزائر تسوي لكم المشكل النية الله أعلم من بعد مصر هالمشكل تخلقت الأوحد اللي وجنا نعم اللي وجنا من بعد أرسلت أرسلت لجنا بلاست صالحكو جي لما كان الحادث ما كان الحادث نعم باش يجيب الأخبار وين صارت بين الحدود التركية وإيران يعني بدخل إيران في نعم تم جمع حطام تم جمع حطام طائرة والصاروخ اللي أسقطها تأكد باللي أن الصاروخ روسي الصنع ذهبت اللجنة إلى الاتحاد السوفيتي باش تعرف لمن بعد هذا الصاروخ يعني السوفيات طولوا في البداية محبوش كقعدين يدوروا يدور محبوش يجوبهم لكن الجزائر متأكد باللي هددوها قالوا يا الاتحاد السوفيتي والله غير تقولون شكول ولا شكون لمن بعد هذا الصاروخ ما دم هو تعكم عندنا عندنا حطا رقم تسلسلتعه بللي سوري روسي خلاص سوفيتي ولا إلا ما قلتوا نشرح نقطع العلاقة معاكم أمام هذا الضغط الجزائري بدأت بعد قالوا قالوا لهم بللي هذا النوع من بعناه للعراق هذا الصاروخ هذا الرقم هذا الرقم هذا تعالصاروخ بعناه للعراق الصاروخ اللي سقط الطائرة من بعد رح شدلي إلى صدام حسين فما كان من صدام إلا أن تقطع رأسه للاعتراف هنا تحت التحفظ لكن المشكل اللي صرى أنه واحد من الجزائمين العراقيين لي واسمه ذلك نقول لكم اسمه اللي هو اللي كان وزير سابق وزير تعليم العالي والبحث العلمي العراقي الأسبق اللي هو دكتور عبد الرزق الهاشمي هذا قال بللي حنايا جينا كوفد إلى الجزائر نعم جينا كوفد إلى الجزائر باش ننشوفو الوضعية طائرة هذي ليتهمونا بها كذا وكذا قال لك شاد لي كان زعفا ندقيقة هذي الوقت هذي ما حابش التوتر إلى خيره قالوا بللي احنا جينا باش قال لك إيش كون مباشرة تروح جي روح من الأخر شاد لي قال روح من الأخر شكون قال لي خليني نوضع لك يا سيد الرئيس هذا لك تشوفو فيه وزير دالعالي هذا قال اسمح لي يا سيد الرئيس بللي أنا واحد من الطلبة تبعوا معي ركزوا مني حالا للقومية العربية هذه أنا واحد من الطلبة كي كانت الجزائر في ثورة نحن قوميين عربيين درنا جمعية قومية عربية من أجل عروبة الجزائر كان عندي الشرف أيضا أن أكون مساهم بالثورة الجزائرية قبل الاستقلال هو رأسا كيف قال لي كيف كنت سياد الرئيس كنت طلاب جامعيين وبعض من المثقفين العراقيين العروبيين والقوميين شكلنا جمعية سميناها جمعية الدفاع عن عروبة الجزائر ومن خلال نشاطات طلابية ونشاطات اجتماعية كنا نجمع تبرعات للثورة الجزائرية وبفسفة كنت من عام الجمعية كنت أخذ هذه التبرعات وأوصلها إلى ممثل جبهة تحريح الجزائرية في العراق في ذاك الوقت كان مرحوم بن خده من أجل عروبة الجزائر من أجل هذا عاوننا كنا نجمع دراهم باش نعطيهم البن خده اللي كان ممثل جبهة تحريح من أجل عروبة الجزائر وطني في العراق وقد أخذت هذا معي سيد الرئيس قال له أهدر قال له شكون نسقطة عراق قال له سيد الرئيس حنية كيفش قال له يا فلان شاد لي بها جديد قال له يا ودي حدنا عندنا الدليل بللي الصاروخ وخرجوا من عندكم انتوما اللي شريتو قال له قاعد يضرب بهذا قال وش قال له قال له يا ودي فلا حنية اللي قبلنا باش انتوما تدخلوا تحبسونا الحرب بين العراق وإيران كيفش يعني تجي في بالكم احنا نضربوكم اللي نضربو الطائرة تعاكم ونطيحوها قال له شاد لي مالاش كون قال له باش نقولك شكون لازم حناية وانتوما نحوسوا نديروا ازمة وحدة اخرى نحوسوا لنشكون شاد لي قال له مالا قول لي علاش انتوما دخلتوا دي جاء اصلنا لالإيران علاش دخلتوا لالإيران قال لي ودي احنا يا دخلنا إيران كنا خايفين باش تصدم علينا المهم كلام رحو موجود في الاخر دارنا الحور شو تصدمنا عليها باش فقنا بالإيران حبا تصدم علينا ولهذا سبقنا المهم اسكت شاد لي تم سكوت عن ذلك لكن لكن أيها الإخوة كان واحد سيد واحد اخر لهذا حقو جيل دات رحت لوجنا من الجزائر إلى العراق وتلقوا بصدام حسين وهذا بفمه ويقول بل كنت أنا ورئيس لوجنا الجزائرية وصدام حسين في ثلاثة فأنا استدعيت أيضا إلى الحضور في القصر الجمهوري فكان الرئيس صدام والموفد الجزائري وأنا فقط ثلاثة في هذا اللقاء اللقاء ما استمر كثيرا كان الوزير النقل الجزائري يحمل مجلد مجلد حقيقة كبير ملف ضخم طبعا قدم مقدم مضمون المهمة ما هي فقال له سيادة الرئيس أنا مرسل من الرئيس شاب ابن رديد ومن القيادة الجزائرية احنا اجرينا تحقيق موسع وشامل في موضوع اسقاط طائرة وزيرنا وكذلك الايرانيين وتوسعنا بالمثل الايرانيين ذكروننا انه هذا الصاروخ ليس ايرانيا فاخذنا الصاروخ لان علي رقم ما تبقى فيه رقم على الصاروخ رحنا الاتحاد السوفيت وصلنا في روسيا فالسوفيت اكدوا انه نعم هذا الرقم بصفقة صواريخ عقدها العراق بالتاريخ الفلاني بكل التفاصيلات يعني العراق فيقول هو الوزير الوزير هذا اللي سمعت من عنده ثبت لنا للقيادة الجزائرية ان العراق هو الذي قام طائرة عراقية رمت يعني صاروخ قو قو كان جو جو طبعا طائرة حربية عراقية لكن الرئيس الشاذل بن جديد اصدر تعليمات مشددة جدا ان هذا الموضوع التحقيق يكون فيه نطاق ضيق جدا يعني للجنة العليا لجبهة التحرير الوطني جزائرية ومجلس الوزراء وربما مو كل مجلس الوزراء الوزراء المختصين وانه لا ينزل الى الشارع ولا ينزل الى وسائل الاعلام باي صورة وهذه تعليمات مشددة جدا من الرئيس شخصيا فاستلم التقرير الرئيس صدام ولم يعلق بكلمة واحدة اثناء الجلسة كلها هي ما طولت يعني كانت جدا قصيرة يعني لم يعلق باي شيء اطلاقا فمن راح ولم يظهر على وقه اي شيء ابدا ابدا وبعد ما راح الوزير صافح فيما الله خلاص وراح قال لك جبد ميلف جبد ميلف قال له هولك الميلف اللي يبين باللي الصاروخ تعكم انتو ما الصاروخ تعكم باللي انتو ما قال لك ما على السلام حسين إلا أن سكت قيلوا ما قال حتى كلمة هنا يبقى السؤال مطروح كيف ولماذا وما هي الفائدة ثلث مرث لون الحباف